صحيح نرجع بقى نرجع للواقع القليم اتفضل حضرتك ونرجع تاني لنفس السؤال اللي من زمان جدا جدا اتقال هو صحيح الهوى غلاب طب حد لقاله في يوم أسباب أو خد لقلبه ساتر وحجاب وما شافش منه عجب العجاب طب إيه اللي جاب ليه نتعب وكل المصايب واللي نشانه في القلب صايب ويقلب الشاي بالعيل غيره وبس هو المنايل غيره المنايل أيها سبب العذاب وباب الغلب سبب العذاب وباب الغلب غاوي بنزين على النار يصب اد حلاب القلاب اللي مالوش أبدا أحباب يفرحك ويأذيك ويجيبك ويوديك ويسيبك في اكتئاب ويرميك رميت مش هقولها طبعا بس الكلاب خلينا أو يرميك رميت كلاب ويسيبك في اكتئاب وفجأة يقفل كل باب ويسيبك تسأل ألف سؤال وتفضل تدوخ بقى على الجواب ابن اللذينة اللي أزينة أي وهو اللي واخدها معانا قوة ولو يدراع في لؤى ووداع المطب في ثانية تلقى الموزون طب الكمين اللي يريته علينا أمين عرفته طبعا هو مين تفتكر موسى تلاقيه في العن حقيقي الله يقون في العن دي صعبة دي ما طب أقول لك على حاجة ما هي سألت هي سألت هو صحيح الهوى غالية هي سألت أنا برضو بعد أنا هقول لك أنا مؤخرا بقيت يعني موكلسوم يعني 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 مش عدر أقول لك بالنسبة لي يعني إيه حتى لو تعبين متضايق لا وفكرة فعلا المزيكة بيهزفوا مزيكة لا بجد لا وكلام عايق أوي وأداءها هي فهنا بالضبط فأنا هقول لك أنا كنت قاعد في وقت فاضي في الشغل وباسمها الأغنية فلاقيتني كتاب في الكلام ده على طول يعني ما عدتش قلت أنا عادتا مش بمسك ورقة أو ألم وقول لك أنا هكتب كذا كذا لا هي الحاجة بتيجي وتلاقيني كتبته على طول رزق بقى بالضبط